إيران هي العمق الشيعي لأغلب السياسيين الشيعي في العراق وهذا شيء طبيعي جدا ترى طبيعي جدا اليوم حتى سنة يعتبرون الدول العربية السنية والعمق السنية ما لهم بس أنت لحد الآن 20 سنة مضى أو حتى خلي نقول على الدولة العراقية الحديثة اللي بالعام 1921 حسب يعني بعد تنصيب الملك أكثر من 100 سنة هل تشكلت هوية للأمة العراقية؟ ماك هوية للأمة العراقية طيب ما أنا من أقول عمق ديني هو متبعية لا لا هو عمق عقائدي عمق عقائدي بس أكو ارتباط مثل ما أكو ارتباط مقتلش حتى سنة أكو ارتباط حتى لو أكو مثلا اليوم دولة كردية قوية أنا هم أذن راح يكون لي بها ارتباط طرح هي مسألة طبيعية حتى اليوم الأخوة تلك طيب إذن العدل ليش يعاب على الشيعة ذلك؟ يعاب على الشيعة ذلك لأنهم اليوم مستحوذين بالسلطة دائما للي هو بالسلطة الآن بالأقليم من هو الذي يتحمل الانتقاد الأكبر؟ ديمقراطي لأنه هو بالحكم من في بغداد صاحب الحكم؟ الشيعة هم من يتحملون الوزر الأكبر من الانتقاد ولكن إذا تجينا على الحقيقة المطلقة كلنا نتحمل كل ما جرى بالعراق قد يتحمل الشيعة الوزر الأكبر لأنهم أصحاب النسبة الأكبر من السلطة عندهم مثلا خمسين خمسة وخمسين من المناصب الرئيسية ولكن أنا ككردي أيضا أتحمل عندي مناصب رئيسية أتحمل الجزء الذي أنا بي أنا هم ما نجحت قد أكون أنا أيضا ما نجحت في بعض الأمور ترجمة نانسي قنقر